السلام عليكم. محمد الله وبركاته. انا والدة عبدالرحمن الشويخ. كان في واحدة دلوقتي كانت بتزور زوجها امبارح. واتصلت دلوقتي وقالت لي. ان زوجها قال لها ان عبدالرحمن ضربوه وعزبوه تاني. بعد ما احنا عملنا الفيديو. بعد ما احنا عملنا الشكوى في النيابة. وقدمنا البلاغيناك وحققوا معي يوميها. ان هم ضربوا عبدالرحمن جامد وعزبوه. ودوا المستشفى اكتر من مرة. معنى كده ان هم ما بيودوش حد المستشفى بسهولة اصلا. فهم معنى كده ان هم اتبهد الجامد. حادي ينقذ عبدالرحمن. انا كده متوقع في اي وقت يقولوا ان عبدالرحمن مات. دول ما عندهمش دم ولا ضمير. بدل ما هم يقولوا. بدل ما. بدل ما يشوفوا اللي عمل الموضوع ده ويحزبوا عليه. جايين دلوقتي يعملوا كده. عسبي الله ونعم الوكيل. عد ينقص عبدالرحمن. بتقول لي ان هم بيقولوا ان هو مريض نفسي. وبيتعالج. ازاي بيتعالج وازاي مريض نفسي. وازاي انا اصلا ما بعرفش ادخله حتى العلاج للبرد ولا الان في الونزة. ازاي هم بيدخلوا حاجة لحد. وعبدالرحمن كان في الجيش في شرطة عسكرية. ما كانش مريض ليس عادها. اش معنى ما كانش مريضة اللي لما حصل اللي حصل وانا روح تقدمت بلغ في النيابة. ها? ايش معنى? الزبط اصلا قال لي في الزيارة اللي فاتت ان عبدالرحمن قال سألني قبل ما اخش الزيارة بيقولي وعبدالرحمن مريض نفسي او بيتعالج من حاجة. قلت له لأ عمر عبدالرحمن ما كان مريض نفسي واسألوا الناس اللي معاه. اشتركوا في القناة